ونبدأ معك بطبيعة الحال بملف القتال واشتياح رفح حديث الساعة لماذا ربط حكومة الاحتلال سيد نهاد ملف القتال في رفح بملف المحتجزين الإسرائيليين وعودتهم قبل رمضان لكم وعلي المشاهدين الكرام الحقيقة هذا الربط مفتعل كل طفل في إسرائيل يعلم أن وصلت الضغط العسكري سوف تعرض الأسرى الإسرائيليين لمزيد من الخطر وكثيرا ما سمعنا شخصيات وسياسيين وأهالي الأسرى وصحفيين وحتى قاد في جيش الإسرائيليين إلا الرئيس الألكان السابق قال أن نتنياهو سيواصل الحرب حتى القضاء على آخر أسير بعيد المقاومة وبالتالي الربط بين الضغط المتواصل على رفح وموضوع استرجاع الأسرى بهذه الطريقة هذا وهم وهذا كذب لأنهم يدركون أن هذه الطريقة لن تجدي نفعا أربعة أشهر ونصف الشهر لم يحرروا سواء أسيرين على كل حال قضياتهما ملتبسة جدا يعني ليس هناك تفاصيل لأنهما كانا محتجزين في شقة سكنية وهناك روايات أنهما كانا محتجزين لدى أسرة ربما لديها مطالب خاصة أو ما إلى ذلك إنما باقي الأسرى منها مؤكد أنهم محتجزون في أمكنا حصينة وهم محميون من قبل قوات من المقاومة وحسب شهادات كثيرة عناصر المقاومة مستعدون للموت ولا يفرطوا بهؤلاء الأسرى لأنهم يمثلون ورقة قوية جدا إنما التهديد باجتياح رفح الآن وهو ليس مجرد تهديد هناك خطط باجتياح رفح يعني أولا نتنياهو معني بإطالة أمد الحرب كلما أمكنه ذلك للحفاظ على تماسك التلافير يقومي وهو يراهن على أنه كلما اقترب من موعد الانتخابات الأمريكية كلما خفت ضغط عليه من الأمريكيين ثانيا هذا الضغط بالإضافة إلى التشدد اللفظي في موضوع الأسرى بمعنى أنه لن يقبل حتى اتفاق باريس تنصل منه ولن يقبل أي مطلب من مطالب حماس بالإضافة إلى الحالة الكارثية المأساوية في قطاع غزة بالنسبة للسكان المدنيين كلها يراها نتنياهو عوامل ضغط على المقاومة لدفعها إلى التراجع ليس بالضرورة يعني الفراجع الأسرى هذا كلام يعني لا ينطلع على أحد طيب أيضا سيد نهاد يعني في الداخل ملفات مشتعلة بطبيعة الحال مع تقييد دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان ماذا عن مآلات ذلك وإلى أي مدى أيضا سيصب الزيت على النار المشتعلة أصلا هذا صحيح وليس الزيت فقط وربما يصب يعني مواد متفجرة شديدة الانفجار والاشتعال المسجد الأقصى كان مهدا لعديد الانتفاضات والحروب والمواجهات والمعارك على مدى التاريخ قرن كامل منذ العام 1921 وحتى الآن وانتفاضة 1929 في التاريخ الحديث لدينا انتفاضة الأقصى المعروفة ولدينا معركة سيف القدس ولدينا انتفاضة النفق كل هذه المعارك تؤكد أن المسجد الأقصى هو مكان ذو حساسية مفرطة بالنسبة لكل الفلسطينيين والمسلمين والمسيحيين أصلا وليس فقط المسلمين وبالتالي هذه الاستفزازات ظاهرها المزعوم هو ظاهر أمني هم يقولون أن المجد الأقصى يمثل نقطة انطلاق لمظاهرات والمواجهات لكن هم يخالفون بقرارهم هذا توصيات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي أوسط بمرعات وضع شهر رمضان والسماح للمصلين بالصلاة هم يحرمون المسلمين من عبادة ومن شريعة ومن فريضة أساسية الناس تتلأف لشهر رمضان وتنتظر على أحرم الجمر وهذا الشهر كما نعرف جميعا هو شهر مشبع بالمعاني والدلالات الرمزية والإيمانية والإزانية يعني كل العام له حساب بيننا هذا الشهر وشهر الاستغفار وشهر صلاة الرحم نعم وسنتابع معك دكتور نهاد اسمح لنا أن نرحب الآن معنا من بيروت القيادي في حركة حماس بسام خلف أهلا بك معنا سيد بسام وحديث الساعة مخطط الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح كيف تنظرون في حركة حماس إلى هذا المخطط وربته بملف إعادة الأسرى الإسرائيليين مع حلول شهر رمضان المبارك الله الرحمن الرحيم طبعا هذا يأتي ضمن المعركة المستمرة على قطاع غزة والحرب التدميرية التي بدأنا دول صيوني في قطاع غزة ودمر الشمال ودمر شمال غزة ودمر وسطها وبقي الجنوب وهو الآن يصير فيه المنهج هذا المنهج التديري بدأ من خان يونس واتجاهها بترجى نحو رفح هذا الأمر هو حقيقة تحديد لمليون ونصف نازح موجودون في قطاع غزة في رفح وهذا يأتي ضمن أيضا مخطط محاولة تحجير قصري لأهلنا النازحين في رفح وهنا يأتي حقيقة دور المصري الذي يجب أن يكون موقف قويا أكبر مما نسمع حقيقة لا بد من موقف مصري حقيقي عالي السقف يمنع هذا التأجير لأن العدو الصيوني على المخطط هل لمستم سيد بسام تراجعا في الموقف المصري تجاه ذلك مقارنة بما كان عليه منذ بدء الحرم؟ ما نسمعه هو موقف جيدة من رفض التهجير لكن ما نسمعه أيضا عن بلاء مخيم ومنطقة عازلة هو يعني يضعنا في الشك حقيقة نحن بحاجة إلى موقف واضح بصراحة من الحكومة المصرية من دول المصرية وسمعنا أن هذا الأمر هو مرفوض وهو تهديد الأمن القومي المصري وهناك نفي لكن حقيقة ما يخيفنا هو ما نسمعه وما نراه حقيقة على الأرض من بناء مخيم وحاجز فاصل قريب من منطقة رفع في الدخل أيضا سيد بسام تطورات لا تقل خطورة مع تقييد الاحتلال لدخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان كيف تنظرون في حركة حماس لذلك وما هو المطلوب من الفلسطينيين في الداخل في هذا التوقيت من الحرب هذا يأتي ضمن الحرب التي يشنها العدو الصيوني في بسألة تهويت القلص وتقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا هذا يسأله العدو منذ فترة وهو الآن يصعب هذا التصعيد يعني تصعيد خطير وهو نتنيه يسترضي به أديمين المتطرف الذي شاركه في الحكومة يحاول إرضاه بأي طريقة وأن كان على حساب الشعب الفلسطيني وعلى حساب شهر رمضان المبارك الذي هو للمسلمين المسلمين معنى كبير معنى عبادي يعني فهو حرب من نوع آخر حرب دينية حرب على المسلمين حرب تقسيم المسجد الأقصى حرب تهويت القدس حرب على الضفة الغربية التي يعني يغسلوها يوميا ويعني يقتل أهلها ويعتقلوهم ويدمر البيوت على ساكنيها حتى في الضفة يعني هذا موجود ومنذ 7 أكتوبر إلى اليوم اغتال العدو الصهيوني حوالي أربعمائة شهيد من الضفة الغربية وهو يصاعد أيضا كما يصاعد باتجاه غزة هو يصاعد باتجاه الضفة والقدس وهذا أيضا ضمن سلسلة ممنهجة يقوم بها العدو الصهيوني من أجل القضاء على ما يسموه حل الدولتين وهو يرفضه حل قاطعا ويعني نتالياه أمل فريقه أنه يرفض أي حل حتى دون تشوية أو دولتين الذي بعد مرور 34 عاما على اتفاق أسلوب 33 عاما لم نرى أنه شيء سوى حبر على وراء نعم تفضل بالبقاء معنا سيد بسام دكتور نهاد أنتقل إليك مجددا وقد أشرت قبل قليل إلى يعني كون المسجد الأقصى شديد الحساسية ومصدرا للنزاع على مدى عقود طويلة برأيك هل حكومة نتانياهو التي بات ينظر إليها اليوم على أنها الحكومة الأكثر فشلا في تاريخ إسرائيل قادرة على تحمل تابعات هكذا قرار قد اتخذته؟ يعني هذا القرار بالتأكيد ستكون له أثمان لكن اليمين المتطرف يرى أن الهدف البعيد الذي يريدونه يستحق هذه الأثمان تماما كما يفكرون في الحرب في غزة هم يقولون حتى لو قتل الأسرة لا بأس وحتى لو قتل ضباق وجنود إضافيون لا بأس وحتى لو تكبذ الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة لا بأس هذه حرب أهدافها كبيرة وتستحق التضحية بكل هذه الأشياء لأنهم يقولون أن هذه حرب وجود وحرب صراع على المصير كذلك الأمر بالنسبة لأهدافهم في القدس هم يدعون أن منع تقييد دخول المصلين له أسباب أمنية لكن بلا شك أن هناك أسباب سياسية استيطانية توسعية يريدون فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى وتغيير طابع المدينة وتغيير وضع القائم وتهويد القدس وبالتالي هدفهم المباشر والتقاسم الزماني والمكاني يريدون اقتطاع جزء من مساحة المسجد الأقصى لإقامة كنيس يهودي ويردون تخصيص نصف النهار من الصباح الباكر حتى الظهر لليهود لكي يؤدوا صلواتهم هذا مؤقتاً إنما الهدف الاستراتيجي لهم وهذا معلن وليس استنتاجاً هو السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى وهدمه وإقامة الهيكل الثالث المزعوم مكانه هناك مخططات عمرانية لهذا الأمر هناك تحالف يسمونهم اعتلاف من الرظامات جبل الهيكل هدفهم هو إعادة بناء الهيكل وهناك أعضاء كنيسة ووزراء يؤيدون هذه الفكرة هذه الفكرة كانت تبدو لمن يسمعها كفكرة جنونية يعني تصدر عن ناس مهووسين لا علاقة لهم بالواقع ولا بالسياسة لكن هؤلاء المهووسين والهامشيين أصبحوا الآن جزء رئيسي من تركيبة الحكومة ومن تركيبة المجتمع الإسرائيلي وبالتالي يزدادون قوة وتأثيرهم بالحكومة وتأثيرهم على قرارات طولة إسرائيل بات أكثر من الماضي السادق بكثير بل أنه أكثر من حجمهم السكاني في المجتمع ولذلك نعم ثمة مخاطر حقيقية أما الثمن الذي يمكن أن يترتب أو تدفعه إسرائيل مقابل ذلك هم يزعمون أن الأهداف الاستراتيجية ليهودية الدولة ولتهويد القدس تستحب كل هذه التضحيات تماما كما هي أهدافهم في غزة التي لا تقتصر يعني حتى هذه المزاعم النوم يريدون القضاء على عماز واستعادة الأسرى أيضا هي مزاعم كل يوم يكشف النقاب عن أهداف أخرى إضافية يعني توسعية استيطانية من بينها إعادة الاستيطان إلى جزء من قطاع غزة وإلى كله وأيضا السيطرة على حقول الغاز المحري وربما إعادة الاعتبار لفكرة قناة منغوريون بعد خلص من عبئ غزة السكاني والجغرافي ولذلك الأهداف الإسرائيلية يعاد تكييفها أحيانا ويعاد سياغتها ويعاد تحديد أهدافها المركزية المرحلية بناء على تطورات الميدان نعم وسأواصل معك في ذلك بالتحديد سيد بسام خلف مصير المفاوضات مبهم اليوم بعد إعلان قيادي في حماس نية الحركة تعليقها إذا لم تدخل المساعدات إلى غزة نفهم معك أكثر بداية أين وصلت الأمور في هذا الإطار الحقيقة أن نتنياهو هو الذي علق المفاوضات وتقريبا رفض بعد أن كانت مقترحات بريد شكلت أرضية لبدء عملية تفاوضية عدا نتنياهو وحكومته اليمينية ورفضوا الاتفاق كليا واشترط شروط حقيقة لا يمكن لحماس القبول بها حيث رفض الانسحاب من وسط قطاع غزة ويريد أن يلقي غزة مقصوبة إلى قصنين رفض الانسحاب رفض وقف اطلاق النار رفض العدد الذي فرحته حماس كشرط لتبادل فبالتالي نتنياهو من رفض المبدأ التفاوض الذي بلود بريسك بشكل عام وهو أوقف هذه المقاوضات لأنه يريد أن يتم اجتياح غزة بأن يريد الإثنان من هجوم على رفح وهو بالأمس أعلن أيضا حتى أنه لو تم الاتفاق على صفقة تبادل فإنه سوف يشتاح رفح فبالتالي هو ما زال فيه المخطط هو لا يريد الحرب هو يريد الاستمرار بهذه الحرب حتى يظن أنه قد يحقق أي أهداف على زعم القضاء على الحرب في رفح وفي كل غزة وهذه هي من الأوهام التي تدر في خاطره لكن هو حقيقة من أوقف المفاوضات نعم نحن بنسبة لنا نحن هددنا حتى في حال عدد المفاوضات ولن يكن هناك إدخال المساعدات إلى اقتطاع غزة إلى محافظة الشمال ومدينة غزة ونحن لن ندخل في هذه العملية حتى إدخال المساعدات فكما تعلمون كما يعلم جميع هناك حقيقة مجاعة حقيقية في قطاع غزة في الشمال غزة حفظة الشمال ومدينة غزة العدو الصهيوني يمنع الدخول أي مساعدات أو مساعدات فيما يتعلق بشروط المفاوضات سيد بسام ما هي الشروط التي لن تقبل حركة حماس بأقل منها في المفاوضات؟ الشروط طبعا شرطين أساسيين لن تقبل دونهما حماس الفاوضات أولا انسحاب العدو الصهيوني من قطاع غزة ووقف اطلاق النار على هذا الشرط ويعني الإفراج عن جميع الأسرة القدامة المحكوميات العادية دون هذان أشطان حماس لم توافق على أي عملية تفاوضية وهي مستمرة في الميدان تكبت العدو الخسائر إذا أراد هو هذه الحرب طويلة الأماد فنحن إن شاء الله جاهزنا دكتور نهاد أبو غش تحدثت قبل قليل عن تغيير قادة الاحتلال لسياستهم واستراتيجياتهم وأهدافهم في هذه الحرب لاحظنا في الأسبوع الأخير عودت أسطوانة الحديث عن القضاء على حركة حماس وحكم غزة أمنيا بعد أن تضع الحرب أوزارها هل هناك بالفعل ما يبرر ذلك باعتقادك؟ يعني هم يطلقون هذه الأفكار يجسون نبض المجتمع الدولي ومصر والأردن أحيانا يتراجعون حسب الضغط وحسب معقويات الميدان يعني في البداية كلنا يذكر أنهم طالبوا من كل سكان غزة وهذا ورد على الإسراء رئيس وزراء ورئيس أركان وكل قرد إسرائيل أن يخرجوا من قطاع غزة مؤقتا لكن هذه طبعا نحن نعرف ما معنى مؤقتا مؤقتا بالنسبة لبعض القرى الفلسطينية الداخل المحتل عام 48 يعني لهم مهجرون 76 عاما 77 عاما فبالتالي كلمة مؤقت في القموس الفلسطيني تعني الدائم وبالتالي هذا مخطط تهجير واضح لا لبس فيه لذلك لجأوا غيروا الخطة إلى التهجير الداخلي أي تهجير السكان من شمال قطاع غزة إلى الجنوب ثم عمدوا إلى محاولة تجميع السكان في منطقة المواصل في منطقة تفتقد لكل مقاومات الحياة من طعام وماء وماكن عمل ومستشفيات وطرق لا شيء فيها حتى يخلق كارثة إنسانية تشكل ضغطا متواصلا على العالم وعلى مصر وعلى كل من لديه ضمير في هذا طبعا هم يتذرعون لذلك نعم هم أحيانا يغيرون الأهداف بناء على مطبيات الميدان لأنهم ليسوا وحدهم بالميدان هناك شعب فلسطيني يقاتل وهناك مقومة وهناك شعب صامد وهناك مجتمع دولي وهناك مخاوف عربية وإقليمية وهناك احتجاجات داخلية في إسرائيل أيضا تؤثر إذن الحكومة الإسرائيلية هي تحت ضغوط يعني متعاكسة بجهات أحيانا ضغوط تدفعها أو تطلب منها مواصلة الحرب بدون هوادة وتهديدات من اليمين المتطرف إذا هم لبت أي صفقة وإذا توقفت الحرب يوما واحدا هم سيفرطون الحكومة وسينسحبون من الحكومة لكن بالمقابل هناك ضغوط شديدة أيضا من أهالي الأسراء ومن بعض الأوساط السياسية والاشتبتية في إسرائيل نعم سأتابع معك في ملف أهالي الأسراء أنتقل مجددا إلى السيد بسام خلف ذكرت سيد بسام قبل قليل يعني أن هناك شرطين لن تتنازل حركة حماس عنهما وهما الانسحاب الكامل من القطاع والإفراج عن الأسراء وإلى المحكومين بأحكام عالية أهمية نتنياهو يصف هذه المطالب بالواهمة بناء عليه إلى أي مدى حركة حماس مستعدة ربما لتقليص هذه المطالب العزيزة كما قلت لك هذان الشرطان يعني ليس مكان تفاوض أو تنازل بالنسبة لحركة حماس حماس لن تتنازل عن هذان الشرطان تحت أي ضرط وتحت أي تهديد هو يعني حتى التهديد باجتياح رفح أحد أهم يعني هدافه هو أنه أن تتنازل حماس عن هذه الشروط هو يهدد بأجل الموضوع أعطاهم مدة بسبعين لحين اثنان التجهيزات هو يهدد هذا الأمر على اعتبار أنه قد يحصل على تنازل من حركة حماس لكن أنا أقول لك وأؤكد للجميع أن حماس لن تتنازل عن هذان الشرطان مطلقا ولا تحت أي ضر ولا تحت أي تهديد نعم سيد بسام ويعني أختم معك بالسؤال عن خيار حماس في الاستمرار بهذه المعركة الغير متكافئة مع جيش يصنف أنه من ضمن الأقوى في العالم إلى أي مدى سيكون بالفعل مكلفا للحركة الحركة أثبتت أنها حركة قادرة وحركة لديها الكفاءة والقدرة العسكرية في مصارعة هذا العدو فبعدها انكبدت الهزيمة في 7 أكتوبر في يوم 7 أكتوبر هي ما زالت تكبتها قسائر هو لم يحقق أي هدف من الأهداف التي أعلنها هو أراد القضاء على حركة حماس وحركة حماس ما زالت في الميدان قوية وأراد القضاء على قيادة حركة حماس ولم يغتال أي قيادي من الحركة هو وضع عدة أهداف لم يحقق أي هدف منها هو يتخبط في أهدافه حقا يظن أنه قضى على حماس في الشمال فإذا بالصواريخ انطلت ثم في خان يونس هو باعتراف قادة العدو أنه ما زال بحاجة إلى وقت طويل ليحقق أهدافه في خان يونس لذلك هو يتمهل في الهجوم على رفح ظن منه أنه يستطيع الفروج من خان يونس ثم بعدها يتوجه إلى رفح لكن الحركة دفع الأهل الغزة دفعوا الثمن فلا يمكن أن نتنازل بعد هذا الثمن وهذه التكاليف الظاهرة دفعتها الحركة ودفعها أهل هنا في غزة ما يمكن للحركة أن تتنازل بمقابل أهداف يعني واهية أو يعني تدني في مستوى تحقيق نتائج هذه المعركة لذلك حركة حماس مستمرة في هذه المعركة وهي قادرة على الصمود ويعني القسام ما زال في الميدان وما زال يكبر لعدو الخسائر ومن كان قبل الأيام سمعنا ناطق بسم الحركة الأخب عبيدة عن ما تطيع الحركة القيام به وتكبيل العدو وأن كانت لا تطيع في بعض الأحيان انهار هذه المعارك ونتيجة لظروف أمنية ويعني تعقيدات أمنية لا تريد أن تكشفها في بعض الأحيان فبالتالي الحركة قادرة ومستمرة على هذا المنوان إن شاء الله حتى رضوك العدو الصهيوني لمطالبها وشروف شكرا جزيلا لك القيادي في حركة حماس بسام خلف من بيروت اشتركوا في القناة ولان نتابع معك ضيفنا من رامالله الدكتور نهاد أبو غوش الدكتور نهاد قلت قبل قليل إن الاحتلال كل يوم لديه أهداف وأيضا كل يوم لديه لاءات كما نشهد خاصة في الأسبوع الأخير يعني أمام لاءات نتنياهو الكثيرة لا تهديئة لا إملاءات خارجية بشأن التسوية مع الفلسطينيين وغيرها ما الذي يريده إذن نعم هو الحقيقة أنه لاءات الكثيرة يعني غالبا يتراجع عنها أذكر في بداية الحرب كان يقول لا لدخول مواد إنسانية لا لدخول وقود لا لكل شيء ويحدد ما يريد حتى لا للتفاوض يعني في ظل مقاء الأسرى لدى المقاومة لكنه تراجع عن كل هذه الآت نتنياهو يفكر دائما بمقياس وحيد مصطرة وحيدة هي مصالحه الشخصية وليست مصالح إسرائيل ولا مصالح الأسرى ولا مصالح الأحرى ولذلك أحيانا يصعد إذا كان هذا التصعيد في خدمته وأحيانا يحاول احتواء الاحتجاجات فيتجاوب معها خذ يعسى بالمثال مفاوضات الأسرى هو أوفد وفدا رسميا فيه اثنين من أكبر مسؤولين الأجهزة الأمنية في إسرائيل دافيد برنيع رئيس المساد ورونين بار رئيس الشباح وشارك في صياغ قرارات باريس وبلا شك أن تلك القرارات كانت بالتوافق والتفاهم والتنسيق مع الولايات المتحدة والوفد الأمريكي لكنه ما إن عاد الوفد حتى تنصل تماما من كل هذه النتائج وأخذ يتحدث عن اتفاق باريس وكأنه سمع عنه بالأخبار وأخذ يقولون أنه نكد يتحدث نافيا أي علاقة بإسرائيل بذلك الاتفاق لا بل أن الوفد الذي شارك في باريس قدم تصورا تفصيليا متكاملا لكيفية تطبيق ثم غير تركيبة الوفد الذي أرسله إلى القاهرة وأيضا أمرهم بعدم الحديث بأي فكرة فقط الاستماع لذلك هو يناور يشدد يضغط يوفد بعض المندوبين بشكل سري إلى بعض الدول لإجراء مغوضات تحت الطاولة هذا هو نتني هو شخص ألعبان يتحدث بغير ما يفعل أحيانا يعني يعمل على تدوير الزوايا و كما ما قلت مصلحته الشخصية مصلحة القاوة في الحكوم وعلى سيرة هذه المصالح الشخصية دكتور نهاد إلى أي مدى يتشابه القادة الأمنيون مع نتنياهو في هذه النقطة بمعنى أن أي إنهاء محتمل للحرب سيسرع يعني بملفات التحقيق معهم في إخفاقاتهم في الحرب والحقيقة كل القادة الأمنيين بما فيهم رئيس الأركان ورئيس الموساد ورئيس الشباك ورئيس جهاز الاستخبارات أمان كلهم اعترفوا بالمسؤولية ووزير الدفاع السابق بيني جانس ووزير الدفاع الحالي أيضا جواف جلن كلهم أقروا بالمسؤوليتهم الشخصية عن الإخفاق الذي وقع وأعلنوا استعدادهم للإستقالة ووضعوا استقالاتهم يعني بقيد تصرف رئيس وزراء الوحيد الذي لم يعترف بالإخفاق هو نترياهو لماذا؟ لأنه هو الوحيد الذي يتحمل النتيق المسؤولية الكبرى عن هذا الإخفاق لماذا؟ لأنه شاغل الدولة وشاغل الجيش وجاغل المجتمع الإسرائيلي طوال عام كامل بالتغييرات القضائية وأهمل الأمن وأهمل الجيش وأهمل التهديدات وحاول أن يلعب على التنقض بين حماس وفتح من خلال تقويت هذا حينا وإضعاف ذاك حينا فكل سياساته صدمت بالفشل الذريع وبالتالي هو يتحمل مسؤولية حسب رأي الإسرائيلين طبعا وليس رأيي أنا لا أفرر كثيرا بين نتنياهو وغانسك كلهما مجرماء حرب ولذلك قادة الجيش الإسرائيلي مسؤولياتهم محدودة جزئية عن ما يجري كل ما أسؤول عن حدود صلاحياته لكن نتنياهو هو المسؤول عن الأولويات الحكومة حتى الموازنة التي أقرها قبل أيام موازنة الدولة الإسرائيلية سخرها لفائدة ولمصلحة ومحابات القوى اليمينية المتطرفة لدعم الاستيطان ولدعم الجمعيات التي تخضع للأحزاب المشاركة بالإتلاف وبالتالي هو يقلص الموازنة من بعض القطاعات التي تفيد بعض الأوساط ويسخرها لخدمة ألفائه المتشددين والمتزمدين وبالتالي هو يسخر الدولة ويسخر الجيش لمصلحة وحيدة هي البقاء بالعقوم الآن هو يحاول أن يطيل أمد الحرب أبعد من ذلك أيضا دكتور نهاد نتنياهو يواصل إذلال الرئيس الأمريكي جو بايدن والاستهزاء بالقوة الأمريكية وتأثيرها على إسرائيل وقراراتها الداخلية هل تتوقع أن يدفع ذلك بالإدارة الأمريكية لتقليل دعمها لهذه الحرب الدموية على غزة أم لا؟ والحقيقة يعني أنا لا أتفق مع هذا التوصيف ولا يذل لا يعني يعمد إلا إذلال الرئيس الأمريكي يختلف هناك خلافات علنية بينهما وهذا متاح ومسموح في تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية هناك هوامش يسمح للإسرائيل بأن يتحرك ضمنها لكنه لا يتجاوز الخطوط الحمر حين يمكن أن ينضر بمصالح أمريكا رأينا أمثلة تاريخية على ذلك حين يتجاوز الإسرائيل الخطوط الحمر والهوامش تضغط الإدارة الأمريكية عليه وبمكالمة تلفونية يمكنها أن تلزمه باتباع الخطوط الحمر ولذلك طالما أن المناورات هي ضمن هذا الهامش لا تجد الإمارة الأمريكية أسبابا قوية لردع إسرائيل أو لجمها أو التدخل بقوة إذن هي تواصل تقديم الملاحظات باعتبارها مناشدات أو مطالبات أو حتى نصائح يعني يطالبون الإسرائيلي بتحسين الأداء وليس بوقف الحرم ولذلك قال بايدن نريد خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ بشأن اجتياح رفعه إذن هو ليس ضد اجتياح رفعه لكنه ضد أن تكون عملية عشوائية تؤدي إلى استشهاد أو يعني إصابة آلاف المدنيين الفلسطينيين أنا أعتقد أن هناك عامل آخر محرج للإقدار الأمريكية وهو أنها إذا صعدت ضد نتنياهو يمكن أن تثير عليها قوة ضغط الصهيوني نحن نعلم أن هناك احتجاجات في قواعد الحزب الديمقراطي في الكونغرس في المجتمع الأمريكي ضد الحرب من أوصات مناصرة للفلسطينيين نعم لكن هناك أوصات أخرى مناصرة للصهيونية ولإسرائيل هي الأكثر تأثيرا في مراكز القرار ربما عددها أقل لكنها هي ذات نفوذ في الكونغرس وذات نفوذ في المجمعات الصناعية والعسكرية وفي الطغم المالية المسيطرة وحتى في وصائل الإعلام كما في ذلك بممولي الحملات الانتخابية الأمريكية نحن رأينا مثلا واضحا صالحا على ذلك مع رئيسة جامعة هارفورد والجامعات التي تعرضت لعقوبات من مموليها معظم الطلاب والطاقم الأكاديمي ورئيسة الجامعة ضد الحرب وضد حرب الإبادة لكن حين عبرت طلاب عن رأيهم وعبرت الإدارة عن رأيها سرعان مقام الممولي الرئيسي لهذه الجامعة هارفورد بحجب 100 مليون دولار عنها وبالتالي طررت الرئيسة إلى الأولى هذا ما يجري هنا على مثال صغير في جامعة هارفورد أو برينستون يجري تطبيقه على اللقاء أوسع في صنع السياسة الأمريكية جامعات وصحفيون ورسموا كاريكاتور اللائحة تطول طيب أتيت قبل قليل أيضا دكتور نهاد على ذكر الاجتماع الذي كان مقررا بين أهالي المحتجزين الإسرائيليين وبن يمين نتنياهو إلغاء هذا الاجتماع كيف سينعكس على الشارع برأيك؟ بلا شك أنه طريق التعامل نتنياهو مع أهالي الأسرة تثير حفيظة أوساط واسعة لأنه يتعمد الصدام معهم وإهانتهم ويفتع الهيئات أخرى لأهالي الأسرة هو لديه أيضا هيئات تدعي أنها من أهالي الأسرة يقطعون طريق المساعدات على أهالي غزة يقيمون حواجز ضد دخول الشاحنات إلى غزة ثم يعمد إلى تشكيل هيئات يلفق هيئات ويفتعلها ويركبها ويقول أهالي القتلى يطالبوني باستبرار في الحرب إذن يريد أن يقول أن أهالي القتلى لهم قوة أخلاقية أكثر من أهالي الأسرة لكن بلا شك هو يناور هنا وهناك الحركة الاحتجاز فعلا هي باتت تتسع يوما بعد يوم ولذلك هذا التنكر لأهالي الأسرة وروف مقابلتهم يبدو أنه يهدف إلى دفعهم إلى خفض شروطهم ويقول لهم لا تصرحوا بهذه المطالب لأن هذا يعزز حماس مطالبكم تشبه مطالب حماس والمقاومة الفلسطينية ولذلك يريد منهم أن يعني يكتفوا باللقاءات الشخصية السرية دون أن ينقلوا احتجاجاتهم إلى الشارع على كل حال هناك تطور مهم جدا وقع بالأمس وهو انضمام رئيس اتحاد القبات العمال الإسرائيلية لاستدرود اسمه باردافيد هذا الشخص أرنون باردافيد انضم إلى حركة الاحتجاج وقال أن نتنياهو مسؤول عن كل الإخفاق الذي جرى وأن أي شخص نزيه مكانه يجب أن يستقيل لأنه يطلع ماذا الحرب يتنكر لمطالب الأسرة يعرض الدولة للخطر هذا طبعا الرأي جاء بعد خرف التصنيف الاتماني للاقتصاد الإسرائيلي والبلوك الإسرائيلية وبالتالي هناك تأثيرات بعيدة المدى على العمال على الانتيازات التاريخيا دكتور نهاد هل شاهدنا هكذا شخصية في إسرائيل مثل نتنياهو تفضل مصالحها الشخصية في هكذا ظرف على المصلحة العامة لدولتهم المزعومة لا شك أنه لكل شخص يعني ذاته وأناه الخاصة ومصالحه الخاصة لكن بمثل هذه الشعبوية اليمينية أعتقد نتنياهو هو نموذج لنمط من اليمين الجديد الذي انتشر بالعالم ليس في إسرائيل فقط يعني لدينا مثلا نماذج في بعض دول أوروبا مثلا بولسونارو في البرازيل اليمين الشعبوي الذي يعمد إلى تهييج الجماهير وإذكاء الطابع العنصري والتطرف ضد الآخر إن كان جار أو كان مختلف قوميا أو ضد أقليات أو حتى اليمين المتطرف في فرنسا على سبيل المثال ضد المهاجرين أو ضد المسلمين في الهند مثلا لدينا نموذج لليمين المتطرف مع حزب بهاراتيا جناتا إذن نتنياهو هو من هذا النموذج اليميني الشعبوي الأقرب إلى الفاشي المناسبة ترامب أيضا هو من هذا النموذج وعدد من قادة أوروبا تحديدا في النمسا والمجر يعني هذا اليمين السلاحه هو العنصرية مهاجمة الديمقراطية إلى مكانة استثنائية للدين على سبيل المثال والزعامة الفردية للبجتمع والدولة هو يعني لو طبقنا أنا رأيت بعض الباحثين المختصين في الفاشية يطبقون معايير الفاشية التي كانت في أوروبا على نتنياهو وحلف اليميني يجدون أن كل المعايير تنطبق بشكل حرفي على نتنياهو واليمين الفاشي الجديد في إسرائيل إذن هي أحزاب فاشية عنصرية تعادل آخر وبالتالي ما يفعل نتنياهو يبدو أنه يلقى صدن واستجابة لدى أوساط واسعة عريضة في المجتمع الإسرائيلي متطرفة صحيح أن الآخرين ليسوا أقل يمينية وتطرفة منه لكن نتنياهو هو النموذج الأكثر يعني وضوحا وبشكل صارخ لليمين الشعبوي الذي مستعد لإشعال الحروب من أجل البقاء بالحكوم نحتى حجة شعارات عنصرية وقومية متطرفة إشعال الحروب وأيضا إدارة الصراع مع الفلسطينيين وتفضيل إسرائيل لإدارة هذا الصراع على حله من خلال رفض إقامة دولة فلسطينية أوحديات الجانب ما آلات هذا دكتور نيهاد؟ هذه مخاطرة يعني مغامرة كيف مغامرة؟ لأن هذا يمكن أن يساهم في عزلة إسرائيل نحن رأينا خلال هذا العام يعني بالعام الماضي أو آخر العام الماضي تطورا تاريخيا استثنائيا حين قدمت دولة جنوب إفريقيا وهي لا هي عربية ولا هي مسلمة ولا حتى جارة لفلسطين الدعوة ضد إسرائيل في محكمات العدد الدولية هذا تطور بالغ الأهمية يشير إلى أن قضية فلسطين وقضية العدالة في فلسطين هي قضية إنسانية وليست قضية وطنية أو تخص الشعب الفلسطيني وحده وأن جرائم الإبادة هذه التي ترتكم ليلة نهار على مرأة ومسمع من العالم لا يمكن أن تمر إذا كان النظام الدولي القائم برئاسة الولايات المتحدة يمكن أن يمررها ويستسيغها ويجيزها ويطبق معايير مزدوجة شيء في فلسطين وشيء آخر معاكس تماما في أوكرانيا فهناك قوة حية في هذا العالم دول وحكومات وشعوب وحركات اجتماعية ومثقفون وكنائس وجمعيات دينية حتى يهودية في الولايات المتحدة ضد هذه الممارسات ضد حرب الإبادة هذه ولذلك إسرائيل تواجه أنماطا جديدة متجددة من الخصومة والعداء والعزل ربما هذا يشجع أطراف منظمات مجتمع مدني مثلا أو جمعيات قانونية على متابعة الدعاة في محكمة الجنيات الدولية ضد مجرمي الحرم هذا أيضا يعزز حراك بعض الأوساط اليهودية في الولايات المتحدة مثل منظمة جي سريت والصوت الحر التي شعارها الرئيس لا ترتكبوا هذه الفضائع باسمنا لا تقرنوا الديانة اليهودية بهذه الفضائع هذه لا علاقة لها بالدين اليهودي ولذلك تتسع دائرة النقم والاحتجاج على إسرائيل وبالعكس يعني ربما هي المرة الأولى في التاريخ كما أذكر أنا ربما هناك قضايا أخرى مثل فيتنام لكن للمرة الأولى تؤثر قضية إقليمية يعني في طرف من العالم على الانتخابات الداخلية في الولايات المتحدة وعلى استفافات القوى السياسية في بريطانيا هناك أزمة كبيرة جدا في داخل حزب العمال وهناك مبادرة من حزب المحافظين يعني بات يكسب على أثرها مزيدا من الشعبية ويقلص الفارق بينه وبين حزب العمال هناك احتجاجات مستمرة يقال أن مظاهرة السبت الكبرى طبعا حوالي ثلاثة أشهر في بريطانيا كانت هي الأكبر في تاريخ بريطانيا هذه التحولات ونشوء حتى استفافات جديدة في كل مجتمع وعلى مستوى العالم تناقش طبيعة هذا النظام الدولي وتناقش أهلية الولايات المتحدة لقيادة هذا النظام الدولي أنا أعتقد أنها سوف تدفع في إسرائيل لمزيد من العزلة وربما على الأغلب أنا أعتقد أنها سوف تعطل عليها كل فرص التطبيع مع العالم العربي والإسلامي وتعزلها وتعزل المطابعين أيضا معها وبلا شك أن نتائج هذه الحرب لن تكون كما خططت إسرائيل لكن هناك نقاط ضعف طبعا في موقفنا أنا شخصيا أرى أن أبرز نقاط الضعف هي الانقسام الفلسطيني وحالة النظام العربي الأقرب إلى العجز عن التأثير في معادلة الصلاح هذه وهذا موضوع بحث آخر علنا نواقشه في الحلقات القادمة أشكرك جزيل الشكر الدكتور نهاد أبو غوش الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي كنت معنا من رمالله شكرا لك الشكر موصول لكم مشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله الحصاد اشعال النيران مع موافقة رئيس الوزراء بن يامين نتنياهو على مقترح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المباركي خيرا